هذا مشهدا واحدا من آلاف الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين المدنيين لكن هذه المرة كما يسميها اليمنيين بالعيب الأسود الاعتداء على النساء ليست هذه المرة الأولى التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بالاعتداء على المرأة اليمنية فلقد قامت عدة مرات في محافظات عدة فصنعاء وتعز خير شاهدا على ذلك منظمات المجتمع المدني التي ترصد انتهاكات ميليشيا الحوثي تقول بأن الاعتداء على النساء في اليمن في ازدياد من قبل ميليشيا الحوثي وبلغ عام 2017 أكثر من 1400 اعتداء توزع بين صنعاء كالاعتداء على رابطة أمهات المختطفين وبين انتهاكات في قصف على الأحياء بتعز إضافة إلى ما قاموا به من اعتقالات واعتداءات على النساء من أنصار صالح بديسمبر العام المنصرم هذا اختطفه الحوثيون اسمه عبدالله التويتي عذب بالماء المغلي على جسده حتى مات نشطاء يقولون بأن هناك صورا أخرى لم تنشر أكثر فضاعة من هذه وهم بصدد رفع تقرير الأمم المتحدة لتوضيح جزء بسيط من انتهاكات الحوثيين بحق البدنيين واليمنيين ككل القائمة تطول بالحديث عن انتهاكات الميليشيات لكن هذه المرة هي الأولى أن يشهد اليمنيين اعتداءا على النساء وبهذه الوحشية من قبل ميليشيا لا تؤمن بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان فكيف لها أن ترى بأن الاعتداء على المرأة حرام في الشرع عيب في قاموس العرب واليمنيين